مع اقتراب عيد الاضحى المبارك تشهد العاصمة المؤقت عدن حركة شرائية ناشطة داخل الاسواق المواشي بعدن لشراء اضاحي العيد حيث يتوافد الكثير من المواطنين هذه الايام الى عدد من الاسواق للحصول على خروف العيد باسعار تتناسب مع دخلهم المعيشي زميل وضاح شليل لزار سوق عدن المكزي للماشية بمدير الدار سعد ووفان بالتقرير التالي منذ الصباح الباكر يتوافد العشرات الى هذا السوق الذي يستعد لموسم عيد الاضحى المبارك وسط استعدادات كبيرة يبدلها القائمون على هذا السوق احد اهم الاسواق المركزية بالعاصمة المؤقت عدن باعتباره ملتقا لاربع محافظات مجاورة زيارة حرصنا فيها تلمس كافة التدابير اللازمة التي تتخذها سلطات السوق لاستقبال مختلف الاصناف من المواشي والاغنام والابقار وحتى الجمال تتوزع فيها الادوار وتستنفر فيها الطاقات لتلبية متطلبات موسم العيد الذي اصبح على الابواب الاخ علي صالح عبد بن عطاف المدير العام لسوق عدن المركزي للماشية احد الكوادر المتخصصة في استثمار الثروة الحيوانية ومعه كادر من العاملون يمتلكون رصيدا حافلا من الخبرة في مجال بيع وشراء الماشية الإقراءة تماما نحاول بسط نعدل بين البيع وبين المشتري يجب أن نعدل بالسعر يكون وراغب الأسعار وراغب الارتفاع بالأسعار في حالة ارتفاع الأسعار نتابعهم مشاني أنا أخبضوا يوفر مثلا ثلاثة مشتريين مشان يعدلوا السعر يثبتوا السعر يكون سعر حقيقي يعني ما يكون فيه مزايدة تسوي محوقات بعض الأحيان في بعض اللي ما يعرف يعني ما يعرف في الأغنام والأبغار يشتري يعني بدون ما يرجع لإدارة السعر لكن إذا أجل عبد الإدارة يحاول نضبطه هذا الشخص اللي مثلا زاد عليه زاد عليه بالأضحية ولا مش مناسبة ولا مش ذات جودة يعني سلسلة من الإجراءات الصحية تتخذها إدارة السوق تستهدف جميع الماشية التي تدخل السوق ومعها تتم عملية الفحص والتطبيب بمشاركة طبيب متخصص في مجال الطب البيطري لتبدأ بعدها عملية العرض والطلب بمشاركة أيضا متخصصين في تقييم الأسعار المناسبة وتحديدها مناطق حبيل جبر بمحافظة لحج ولودر أبين وتهام الساحل ومحافظة تعز والضالع كلها مناطق حاضنة للمواشي المحلية التي يطلق عليها البلدي تتزاحم فيها زرائب الأغنام بأحد أهم الأصناف لهذا العام وخاصة القادمة من هذه المناطق أصناف متنوعة يحويها السوق تميزة هذا العام بتحديد أسعار تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطن وما يعيشه سكان محافظة عدن من وضع استثنائي حريص فيها القائمون على هذا السوق العمل على تحديد أسعار مناسبة تبدأ من خمسين ألف ريال وتنتهي بمئة ألف ريال مقارنة بالعام الماضي لا يقتصر العمل في هذا السوق البركزي للماشية على استقبال وتنظيم عملية البيع والشراء بل يتضمن عدة أقسام وقسم للرعاية الصحية لمختلف الأغنام والماشية نقوم بتقديم الخدمات البطيرية للمواطنين على مستوى المحافظة عدن وأيضاً لحج ونبناطق المجاورة لعدن ونقوم أيضاً بفحث حيوانات هنا داخل السوق داخل سوق الأغنام قبل أن تذبح في المسلخ إذا فيها أي أمراض نمنع ذباحتها أيضاً 310 310 310 310 410 410 الحركة الشرائية داخل سوق عدن المركزي للماشية في مديري الدار سعد لهذا العام تعتبر بمثابة نافذة أمل للمواطن الذي يسعى للحصول على أضاحي العيد بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل العام للمواطن لقناة عدن الفضائية والضاح شليلي العاصم عدن